موضوعنا في حلقة النهاردة والحقيقة موضوع واحد يعني لأنه موضوع مهم جدا موضوعنا في حلقة النهاردة عن حالة بتصيب الكثير جدا جدا من الأطفال والحقيقة إنها بتصيب كتير جدا جدا برضو من الكبار الحالة دي هي الإمساك عايزين نعرف في حلقة النهاردة إيه هو الإمساك إيه أسبابه إيه طرق علاجه بحسب طبعا عمر الطفل وأخيرا إيه هي أهم الأخطاء الشائعة في التعامل مع الإمساك البداية بتكون دايما بالتعريف زي ما حضراتكم تعودته خلاص معنا الإمساك هو صعوبة في إخراج البراز بعملية طبيعية بشكل خلوا لكم بقى يختلف عن نمط أو شكل الإخراج عند الطفل يعني إيه؟ يعني كل طفل بيكون عنده شكل أو معدل للإخراج اللي هو التبرز زي مثلا إن الطفل يكون بيعمل مرة واحدة في اليوم أو مرة كل يومين أو أكتر من مرة في اليوم وهكذا لما شكل الإخراج ده الخاص بالطفل ده يتغير لمعدل أقل نقول إن الطفل ده عنده إمساك خلاص كده واضحة؟ طيب هل في علامات تانية تدل على حدوث الإمساك أو حتى احتماليات حدوثه عند الأطفال غير تغير شكل الإخراج؟ الإجابة أيها مثلا لما الطفل المولود يعمل براز أقل من مرة واحدة في اليوم معنى كده إيه؟ معنى كده إنه لازم الطفل اللي لسه مولود يعمل مرة على الأقل يعني وإحنا بنغير له الحفاظات نلاقيه عمل براز طيب برضو من العلامات التانية لما الطفل الأكبر بقى شوية يعمل براز مثلا كل 3 أو 4 أيام ويكون البراز ده ناشف جاف يعني من العلامات برضو وده بقى في أي عمر للطفل إنه لما يكون براز الطفل كبير في الحجم وناشف يعني جاف ومع التبرز يكون فيه ألم إيه تاني من العلامات؟ لما يكون عند الطفل ألم في البطن والألم ده بيهدى جدا أو يختفي حتى بعد تبرز كميات كبيرة برضو من العلامات إننا نلاقي دم مختلط بالبراز يبقى زي ما سمعته كده دي علامات تدل على إن الطفل ده بيعاني من الإمساك ولكن طبق العلامة الأهم هي اللي قلناها في الأول خالص وهي إيه تغير معدل وطبيعة التبرز عند الطفل مقارنة بحالته قبل حدوث هذا التغيير الإمساك تفسيره من الناحية الطبية يعني التفسير بقى إيه الإمساك ده إنه بيحصل انقباض في العضلات الموجودة في آخر جزء من الأمعاء الغليزة وهي منطقة الشرج الإنقباض ده بيمنع البراز من المرور بصورة عادية وكل ما الوقت بيعدي والبراز ده في مكانه البراز ده بينشف ويجف فبتزيد صعوبة مروره من غير إزعاج وعلشان التبرز في الحالة دي بيكون مؤلم فالطفل وبالتحديد مخ الطفل بيبعث رسالة للعضلات خلوا بالكوا هنا التبرز بيكون مؤلم فالمخ يبعث رسالة للعضلات إنها تفضل منقابضة يعني إيه ما تعمليش ما تفكيش ما تخليش طفل ده يعمل فتكون النتيجة زيادة المشكلة يعني زيادة الإمساك على فكرة مشكلة الإمساك ممكن تؤدي لا قدر الله لا قدر الله لمضاعفات وحشة فعلا يعني غير موضوع الألم عند التبرز يعني بعد الشر هنا بقول ممكن يحصل ما يعرف بيه الشرخ الشرجي وأكيد في حضراتكم ممكن تكونوا يعني ربنا يعافي الجميع ممكن تكونوا مريتوا على هذا المصطلح أو سمعتوا عنه برضو ممكن يحصل البواسير وده عند الأطفال والكبار والشرخ الشرجي ده عند الأطفال والكبار تمام؟ ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر